السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الثاني السنوي اهلا بك في حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة معنا موديل 4 من المراجعة النهائية ولو انت بتسأل على الكوراس المعاصر فالامتحانات بتاعت كوراس المعاصر اسهل بكتير من دي لكن احنا بنحل المراجعة النهائية لو انت مش معايك تاب المراجعة النهائية فانت تعالي الجودة بنحلي دي علشان نتضربك اكتر يعني ان شاء الله نخلصها في اربعة يعني دي فعلا فعلا الاسكالز بتاعتها عالية جدا فلو انت طالب حابب انك تتفوق في اللغة الانجليزية وحاسة انها صعبة فالتزم معاي في الحلقات ان شاء الله وعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس ده كله مجانا عشان يوصل لكل الحلقات الجاية لان قطر الحل هو اللي يخليك شادر في ثالث سنوي انت عشان تبقى شادر في ثالث سنوي في الانجليزي محتاج فكاب محصلة انت كل اللي محتاجه لحل الكتير يلا بينا كده اللهم صلى وسلم ومبارك على سيدنا محمد نسناش تعمل لايك وسبسكرايب زي ما قلتي لك وعايز تقالكم هنا هل التصوير هنا احسن ولا للتصوير الاول اللي جنة بنصور به الناس اللي امتابعين يعني بيعبر عن حاجة صغيرة او شكله صغير للكلمة او التعبير ده اللي هو ايه طبعا يوسط ده اللي هو الاختصار اللي هو abbreviation وما اللي بريفكس يعني اللي هو اخر الكلمة اختصار بيكون لاخر الكلمة بسرمي اللي هو المعنى ارمي اللي هو عكس الكلمة نمبر تو life is changeable all the time الحياة متغيرة على مدر الوقت لازم انك تكون مستعد لازم انك تكون مستعد لأي مواقف جديدة ادابت انك تكون متعود يعني على اي مواقف جديدة او طبعا ولا ادابت يعني تبنى ولا ادابت يعني يعني يعجب ولا اد يعني يضيف طبعا يا مصدر هي ادابت يعني ايه ادابت تتعود يعني نمبر ثري do you think your reasons to fight with your collegiate art space طيب هنا بيقولك هل تعتقد ان الاسباب اللي خلتك تتخانق مع زميلك دية ملها تعال كده sociable مجتمعية sociable sociable ولا sociable ولا logical ولا traditional طبعا sociable معناها مرن تمام او معناها لو اجتماعي كده واحد اجتماعي social اللي هو الاجتماعية logical اللي هي منطقي تمام فطبعا هل تعتقد ان اخناك مع صديقك دوت حاجة منطقية traditional اللي هو عادي او تقليدي نمبر ثور بيقولك this writer is sever this writer is sever so you must be careful لازم انك تكون حاريس the animal the world sever here is طبعا هنا سيور اللي هو شديد تمام عايز بقى ليه الانمي اللي هو عكسها عكس شديد ايه طبعا حاجة جميلة او اللي حاجة لطيفة طيب لطيف معناها معناها الجنتل اما painful معناها مؤلم طيب عندنا آآ painful معناها مؤلم لكن لما اقولك painless معناها غير مؤلم تمام harmful معناها دار difficult لازم تنفع معينا شباب هي جنتل هتقول لي معناها جميل معناها لطيف هقولك هذا والله هتنفع معي نمبر فايف if you want to space in a night go out of here now I want to read a novel انا عايز ايه عايز اكرا الرواية دي لو انت عايز تعمل اي دوشة عايز تعمل اي دوشة بيقوله ايه? go out of here now. امشي دلوقتي اخرج برا. تمام? if you want to make any noise. دي على بعضها يا مصر كده على بعضه. make any noise. تمام? لك تصنع اي دوشة. number six to join. number six to join the club. you have to fill space this firm. طبعا انت لازم انك تملأ الاستمارة دي. في الايه? في الان. تمام? في الان على بعضها انك تملأ. طيب نشوف اللي بعد. number seven after his son's death. يعني بعد وفاة اخوه. او معلش بعد وفاة ابنه. his hurt was. او دي تعبير على مصطر اسمه ايه? broken. يعني قلبه جم مكسور. هو ما جانش مكسور بس اللي هو مجازن يعني. هو قلبه جم مكسور. تمام? driving مش تنفع معنا taken ولا proven. مش تنفع معنا. number eight the money. property. يعني الفلوس والممتلكات. ولا اخره. that you received from someone after they did. means. او الحاجات اللي انت بتتلقاها من حد بعد ما يمودي لي اسمها ايه? اسمها المراس. تمام? يبقى هنا معناها ايه? intelligence. يعني زكاء. ولا violence العنف. ولا inheritance اللي هي المراس. طبعا inheritance اللي هي المراس. ولا confidence اللي هي الصقة. طبعا inheritance اللي هي المراس. inheritance. number nine security rules. يعني القواعد بتاعت الامان. space or you will be friends. تمام? يبقى لازم ان هي تتبع. لازم ان هي تتبع. ولا قلتي لان هي مبني المجهول. يبقى have to be following. ولا have to be followed. ولا needn't. طبعا ما يفاش انا معايا نفي. انا بقولها لازم تتبع. يبقى have to be followed. number ten oliver twist is one of space interesting novel i have read. تمام? i have ever read. معلش. هنا انا بقول صيغ التفضيل. هي واحدة من افضل اللي انا قرأتهم. من افضل. من افضل. يبقى انا ما ينفعش معايا مور. في الصفة ديت جانت حالي خاصة. قلت لازم استخدم فيها most. طيب. لما هاجف صيغ التفضيل باخد قبل مستقي. باخد قبل هزا. يبقى one of the most interesting novel i have ever read. تمام؟ نيجي لي number 11 بيقولك i am natural. انا مش متأكد. my father is based tomorrow evening. تمام? my father is working. work is going to work. may be working. طبعا يا مصدر هنا انا بستخدم tomorrow. يبقى tomorrow مش عايز حاجة ماضي. انا عايز حاجة مستقبل. ده مش هينفع معايا. ده مش هينفع معايا لان دا بيتكلم عن حضر انا عايز حاجة مستقبل. it's going to work. well it may be working. انا بقول i am natural. I am natural. طيب لو انا شور كنت اخد going. طيب. I am natural. يبقى اخد will be working. او may be working. لانا عندي هنا well بتسوي may. number 12 بيقولك you got bad markers. المعايش you got bad markers. انت حصلت على درجات وحشة. in your last exam. your space will be for the exam. تمام? بس ركز لي او في الحتة دي انا بتكلم عن الماضي ولا بتكلم عن المستقبل. انا بقول got 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 got. ماضي. اوه ده انا هنا بلومه. بقوله ده انت جبت درجات وحشة last exam in the last exam اللي فات. your space will be for the exam. يبقى انت جان من المفروض انك تذاكر كويس قبل الامتحان. جان من المفروض انك تراجع كويس قبل الامتحان. في حالة اللوم باستخدم ايه؟ باستخدم الحالة التالتة. الله ينور عليك. الحالة التالتة هنا ايه؟ لا. should have received. اللي هو حاجة عن الندم. الندم. اه. في تعبير الندم قلت باستخدم should have. والتطريف التالي. number 13. Dina is based on a candle yesterday. because the right turned it off. لان ما عادت في ضوء. فهي اضطرت ان هي تذاكر على ايه؟ على الشمعة. تمام؟ ما موجدش في حل غير هاتو. تمام؟ طيب. هي اضطرت. انا بقول اضطرت. اتو. اتو. انت مش بتكلمني عن الماضي. انا بتكلم عن الماضي. انا بتكلم عن الماضي. هي اضطرت يا معلم اضطرت. number 14. is based he. 300 pounds. he would have paid the bill. pay the bill. اللي هو الفاتورة. او. دا احنا هنا حالة من حالة اف. اكام. he would have تصريف تالت. would have تصريف تالت. حالة تالتة يا مصد. حالة تالتة او. استخدم ايه؟ هاد. هي هاد. هاد دا يا مصدر الفعل الاساسي. هاد دا يا مصدر الفعل المساعد. هاد فعل الاساسي. هاد فعل المساعد. تمام؟ تمام. وما لو استخدمت هاد هي. هاد هي. هاد هي. هاد هي. فانا هنا باستخدم فعل المساعد. لكن ما جبتش الفعل الاساسي اللي هو بعد هي. تمام؟ لكن الفعل الاساسي اللي بعد هي. دا اللي بيثبتلي ان انا باستخدم حالة اف. التالتة. لكن دي حالة اف التانية. number 15. بيقول. I'm supposed space for my English exam at 8 p.m. tomorrow. I'm supposed. انا كان من المفترض. امتحان للانجليزي. بكرة الساعة 8. تمام؟ تمام. انا هنا بتكلم عن ايه? بتكلم عن مضارع. يبقى مجيب ليش received. مجيب ليش received. مجيب ليش received. الله عليها. هي دا هي. تمام؟ تمام. ايه الجمل الحلوة دي? يبقى two bear saving. two bear saving. معلش يا شباب آآ revised. آسف. تمام؟ لان انا حاليا قلت واشوفني الكاميرا باعتذر جدا. باعتذر. آآ revised طبعا يعني راجع. آآ two being revised. يعني ايه? ان انا كان مفروض ان انا اراجع ايه? اراجع لبكرة. يعني. to be revised. يعني المفروض ان انا راجع علشان امتحان الانجليزي بتاع بكرة. تمام؟ تمام؟ لماذا استخدمت? لان هنا انا آآ مرام دي واحدة من الاربع طلاب. تمام؟ فانا بقول هي افضل واحدة في الاربع طلاب. مش بكرينها بحد تاني. يبقى الصفة. آآ الزاب والصفة. ايه اس تي. زاو الصفة و ايه اس تي. طيب. آآ الريدنج بس هقول تانيه قبل ما نشتغل. الريدنج بتاع النهاردة صعب. الريدنج بتاع النهاردة انا مجهز وجايب لك كل الكلمات الصعبة اللي فيه. فييلا بينا كده نشتغل. هتلاقي ان انا مدونه. يلا بينا. طيب. هتجيب ايه بقى? هتجيب القلم ورقه. وتكتب لي الكلمات دي. ليه يا مصطر? الكلمات دي مهمة. الكلمات دي لو جاتلك في ترجمة هتعمل ايه? الكلمات مهمة جدا. والريدنج بتاعنا صعب شوية. طيب. يلا كده باسم الله. الناس لازم تعرف او تواجه حقيقة ان المصادر الطاقة مهيش دائمة للابد. ثاني كده. ثاني كده. ثاني كده. ثاني كده. اللي هو مهندس المعماري يسمى مايكل رينولتس. ما له بقى يعمل ايه? كورر. رخيصة للبني يعني. تمام? تعالوا بقى نشوف هيعمل ايه? طيب. يعني اكتر كفاءة. اكتر كفاءة للطاقة. بالنهاية هي. نفهم بقى هي ايه? في الاخر جاب يعني فكرة. طيب انا هقول لك ايه هي? بحيس انك تكون ايه? ماشي معايا. عشان هي كلمة اه معنى بتاعها غريب شوية. يعني انت مسلا جدت ترجمة حرفية هتقول لي ايه? هتقول لي اه المركبة بتاعة الارض او مركبة الارض. يعني ايه مركبة الارض? سفينة الارض? يعني ايه سفينة الارض دي? طيب. هي معناها البيوت اللي بالطاقة الشمسية. البيوت اللي بيكون في هوقها الطاقة الشمسية. ازاي مستر عرفتها? تعالوا نقرأ الكلام وانت هتعرف كل حاجة. يلا كده باسم الله. بيقول لك ايه? ايرشيبز يوز only 10% of the energy required to heat. يعني تستخدم 10% بس من الطاقة اللي بتيجي من الهيت الحرارة. لايكت الدوء and cool. وتبرييد. اه. لاجور هوم. لي ايه بانتظام للمنزل. they can actually be pulled to look just like any other house. يعني بتتبنى كأنها بيتين عادي. نفس البيوت العادية بالزبط. تمام؟ they are made from recycled materials. يعني بتتصنع من المواد المعد تصنعهم. طيب ايه المواد دي؟ تعالوا نشوف. the main construction material يعني مواد البناء الاساسية of an airship لأي مبنى اللي هو المبنى اللي قلنا بالطاقة الشمسية is used tears tears اللي هي الإطارات اللي هي زي بتاعت العربيات كده that are filled with tears. يعني بتكون مملؤة بالغبار. the dirt filled tears يعني الإطارات اللي مملؤة بالغبار دي are then laid flat and unstarted. يعني بتكون مسطحة او بتكون ايه متكدسة كده اللي هو مكدسة. تمام؟ تمام. like practice يعني زي يقطوب بالزبط. تمام؟ the spaces were spaces between tires are filled with used cartwords يعني الفراغات اللي بتكون ما بين بقى اللي هو الإطارات دي بتكون محطوط فيها ايه محطوط فيها؟ الكارتون. كارتفورد اللي هو الكارتون. the tears and cartford يعني الإطارات والكارتون ما لهم from the outside من الخارج بتاع ايه بتاع المبنى اللي تكلمنا عن walls الحيطان اللي هي برا. of an airship تمام؟ the inside بقى من الداخل walls الحيطان اللي في الداخل are made with old cans من الكنز القديمة bottles الازايز and a common cement اللي هو ايه اللي هو الاسمانت that are eventually covered and painted to look just like walls in a typical home. يعني بتكون مغطوة and painted وبترسم كأنها حطوم بتاعت البيت النموذيجي. يعني المبنى إنه موذيجي. تمام؟ تمام. eventually هو في النهيه بقى تمام؟ طيب. airship saves energy بتحافز على الطاقة and natural resources والمصادر الطبيعية. for example على سبيل المثال an airship use less water بتستخدم ايه بتستخدم مية قليلة rainwater اللي هي المية بتاعت الشتة تمام؟ which is cooled on the earth يعني اللي بتجمع على السطح لإن احنا بالقول بتكون موجود على ايه؟ بتبقى موجود على السطور. is used for drinking and passing اللي بتستخدم في الشرب وفي الاستحمام أو في الحمام يعني تمام؟ furthermore علاوة على ذلك they are built into the ground. يعني هي تبنت على الأرض which keeps the temperature اللي بتخلي درجة الحرارة inside the house داخل المنزل from getting too hot or too cold. تمام؟ على حسب درجة الحرارة برا. and so they use less energy بتستخدم طاقة قليلة solar heat helps to warm يعني الحرارة بتاع الشمس بتساعد على التدفئة the house ليه المنزل and solar panels اللي هي الألواح بتاعت الشمس اللي قصة قلنا بنتكلم عنها built on the roof بتتبنى على ايه؟ على الروف تمام؟ generate electricity زي ما قلنا بتولد الكهربا تمام؟ to run appliances in the house يعني عشان ايه؟ علشان تقود او اللي هو run اللي هي تولد الطاقة او تولد الكهربا للأجهزة في ايه؟ في المنزل لان احنا قيلين ان الألواح بالطاقة الشمسية دي بتعمل ايه؟ وظفتها ان هي بتعمل الكهربا جميل؟ طيب نكمل كده يلا بيقولك ايه؟ airships are environmentally friendly يعني هي ايه؟ هي مصاحبة للبيئة طيب يعني ايه مصاحبة للبيئة؟ يعني حاجة حلوة للبيئة او حاجة ما هيش ضره ايه؟ ما هيش ضره للبيئة زي المصانع كده لابخير بتاعت المصانع that is why they have been popular all over the world يعني دسة اللي خلاها ايه خلاها محبوبة ان هي مش بتطلع ايه مش بتطلع غازات ثمة مش بتطلع اي حاجة ضره للبيئة they have been built in بوليفيا يعني اتبنت في بوليفيا وارستراليا وكمام ميكسيكو اللي هي المكسيك وجابان وكندا وانجلاند وسكوتلاندا اللي هي القطب الجنوبي تمام؟ and all over the US اللي هي الولايات المتحدة تمام؟ تمام؟ يلا بينا كده نحل قطع جميلة قطع صعبة بس عشان ايه؟ عشان انت عايز لازم تكون طالب جامد يعني ايه طالب جامد؟ مفيش حاجة ما تفهمهاش بالنسبة للكلمة بتاعت earthships دي لها كزا معنى تمام؟ فهنا احنا عرفنا معناها من الكلام هو مستحيل يجبها لك وما يعرفش هي ايه؟ يعني معايا انك لازم تقرأ كل القطع عشان تفهم معناها مش هتفهم معناها كده وخلاص ما تروحش الترجم هالي على طول لان الجوجل بيترجم ترجمة حرفية الجوجل بيترجم ترجمة حرفية يلا بينا كده عن number 17 what does environmentally friendly means؟ تمام؟ ايه اللي بيعني اللي هي مصادقة للبيئة؟ طبعا قلنا ان هي جيدة للبيئة اللي هي good for the environment ولا bad for the environment لا طبعا good ان هي حلوة للبيئة ولا made from nature products يعني مصنوعة من ويت طبيعية ولا ولا founds throughout the environment يعني على مدار البيئة تمام؟ طبعا الجرس هي good for the environment نشوف كده number 18 why do earth chips need less energy to hit and call them؟ طيعا لي هي اللي هي اللي هو مصادقة للبيئة المباني ذات الطاقة الشمسية بتحتاج طاقة قليلة علشان تسخنها وعشان تبرد تمام؟ تعال نقرأ الاختيارات they are more energy efficient لانها بتكون اعلى كفاءة طبعا ممكن دي ممكن الاجابة دي تكون صح تعال نقرأ بيت الاختيارات they recycle water ما لهاش اي ستين علاقة تمام؟ they are typically very small ان هي صغيرة ما ممكن لانها صغيرة بتاخدتك قليل ممكن دي تنفع تمام؟ they are built into the ground انها تبنت على الارض لأ محنا بنينها في الروف برضو تمام؟ فدي برضو ايه؟ ما لهاش علاقة تعال بقى نشوف الاجابتين دول مين اللي هتنفع معينا من خلال القطعة انت على طول قد تختارد ان هي اكثر كفاءة لاجابة لقول بس تعال بقى نروح للقطعة واثبتلك النيابة بص هنا كده لما قالك ان هي جانب بتحمل ايه؟ بيقول 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 لك زي ايه بيت تاني والبيت التاني ده بيكون صغير فهو بيثبتلك من الحتة دي من مقولة دي انك لازم تختار ايه؟ لازم تختار تمام؟ فانا ما اخترتهاش على مزاجي لا ده من القطعة هي اللي حددتك يبقى الاجابة معانا هي دي مش هينفع تقولي نمبر ايه؟ طيب نمبر ناينتين بيقولك ان ان ارشب تمام؟ في الايه؟ في المباني اللي هي بالطاقة الشمسية اولت بوكسيز وود بي يوستو طيب اللي هي الكاراتين او السنديق القديمة بتستخدم في ايه؟ طيب تعال نشوف الكتعة بتاعتك تمام؟ هي الامة ايه؟ لامة هتحط جوه لامة هتحط ببرا ما ينفعش تقولي ايه؟ ما ينفعش تقولي create fertilizer اللي هو بتصنع سمات تمام؟ وما ينفعش تقولي برضو recycle water لان هي بتعيد استخدام الميا تمام؟ فالامة جوه لامة برا مين اللي هيحددلي القطعة؟ طيب حلوة لعبة تحزف ايجابتين دي وانت اختار جميلة سم طيب ااا نشوف كده القطعة معانا لما جينا نتكلم عن الاوتسايت قال لي ايه؟ ااا لا داه مسترطين لما جينا نتكلم عن الاوتسايت واءلي والمتاج galha ااا وهudent جميلة لما جينا نتكلم عن اوتسايت وودز قال لي ايه قالت اللي هو الكاراتين والي ايه والى اللهم الصلاع 선생ين طيب ما الكاراتين دي تعتبر ايه الالتبوكس يا معال? ايه لئcı لا دي اسمها الكاراتين بس هو ماب يعتمد على التفكير ما يعزك ايه؟ في النظام الجديد عايزك تشغل البطيخة تمام تمام يبقى لازم تشغل البصلة في النظام الجديد يبقى ايه فالاوتسايت والس وبالعالي كده يعني يحط الكارتين جوالي كده يحطوه بره يعني طيب نمبر تويني what is the main idea of the passage يعني ما هي الفكرة الرئيسية دي المقال بتاعنا ده طيب يعني مهتمين تمام تمام لأ طبعا دي ما هيش العنوان الرئيسي بيقول لك يعني هي مصاحبة للبيئة اه احنا ذكرنا فعلا ان الحتة دي قلنا ان هي مصاحبة للبيئة وعادنا نتكلم عنها كتير كده طيب تعال نشوف الباقي موجودة في الكانتر المختلفة اه احنا ذكرنا دي بس باخر فكرة ما ذكرناش في كل الفكرات فدي متعتبرش الحاجة الرئيسية بتاعتي طيب لما قلنا ان هي نفس البيت النموذجية سكرناها في الفكرة التانية تقريبا مش فاكر بس برضو دي مش الفكرة الرئيسية مصطر الفكرة الرئيسية معانا ان هي ايه ان هي لعلشان اتكلمنا عن ان هي ما هيش ضرر للبيئة وقلنا مصنوعة من ايه وتكلمنا ان هي نفس البيت العادي وان هي حاجة مصموك كلمنا عن كل حاجة خاصة بيها طيب نشوف كده يا مستار طيب طيب بيقول لي ايه 21 بيقول لك انا ارشب از اوفن بال اوف اوف بال اوت اوف شيف ريسايكلد ماتراريالز اكسبلين معلش يا جماعة معلش بس عالخطأ ده بعتذر طيب انا ارشب از اوفن بال اوت اوف شيف ريسايكلد ماتراريالز اكسبلين واضح تمام ان هي من الخارج بيكون مبنية بايه مبنية بمعايد تصنع جميل نروح للقطع على طول السؤال ده هنجاوبه من القطر طيب يا مستار فين الاجابة بتاعتي لما جيت اتكلم عن الاوت سايت اتكلمنا عنها كتير جدا اهي فين 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 الاوت سايت اهي الاجابة بتاعتي يا مستار تمام تمام يبقى اتبنت اوت سايت من الكوتشات وكمان الاطارات وكمان الكاراتين طيب نشوف كده number 22 بيقولك ايرشبز بتعتمد كليا او بتعتمد اللي هو اكبر حتة فيها يعني بتعتمد على ايه على الطاقة بتاعة السولر اللي هي الشمسية تمام مانشن تو يوز اس اديني استخدمين جميل هو عايز ايه بيكلمني عن السولر باور الطاقة بتاعت الشمس استخدمين للطاقة بتاعت الشمس تمام تمام هو ماندين هنا نوعين للطاقة بتاعت الشمس طيب فين دول اه ادي لك سولر هيت و ادي لك سولر بانلز اللي هي ايه اللي هي الالواح الخشبية ايه الالواح الشمسية معلش فهنا سولر هيت helps to warm the houses تمام ايه هاوس معلش and سولر بانلز built on the roof تمام عشان ايه عشان تولد الطاقة عشان تولد الطاقة القهربائية تمام يا شباب تمام فهنا عندي سولر بانلز وعندي ايه وعندي سولر هيت حرارة الشمس والالواح الشمسية طيب would you like to leave in an airship يعني انت عايز تعيش في اه اللهم صلى وسلم ومبارك على سيدنا محمد في مبدأ بالالواح الشمسية why طيب هتقول له yes او no طيب yes يا مسر yes i'd like to leave in an airship جميل قوي ليه يا معلم لانه يا مستر رخيص بقى وانا عايز اوفر بقى اه اه رخيص لانه شيب تمام بتقال ازاي بقى يا معلم because it is cheap لانه رخيص تتقال اي تاني اه ان هو بينظف البيئة وان هو مش ملوس البيئة يعني يبقى environmentally friendly ممكن تكتبها اي تاني يا مستر اه ده انا ممكن اقول ان هو healthy the useful اكتب اي حاجة انا عايز ايه ده يا مستر انت اكتب ليش ده ولا اكتبت ده لان دول انا جبتهم لك من القطعة تنقل ده هكتبه حالا وهارهو لك سواني بس يبقى اجابته مستر yes i'd like to leave in an airship because it is اه ممكن تقول very healthy useful and cheap معلش انا useful and cheap نجي النامبر 24 do you think this kind of homes يعني الانواع من البيوت دي is suitable for your country يعني هي مناسبة للcountry بتاعتك طبعا لأ يعني تمام why why not تمام هتقول هي بقى مناسبة للبيئة اللي انت فيها ولا لأ لو انت مثلا فقارية فهي اكيد مش مناسبة يعني علشان السطوح مش اه مفيش مساحة وكده وكمان لازم ان الشمس توصل لها طيب الفكرة بتاعت بقى السؤال ده ان الشمس عندك شمس عندنا يا عمي الجو برد عندنا شمس عندنا برد طيب لو انت عندك شمس عندك شمس كتير قوي تمام لو انت عايش مسلا في الاكسرة عايش في اه حتة فيها شمس كتير مشارطة في مصر يعني. قول yes it is suitable it is suitable. تمام? for my country. ليه? هي بنسبة للبلد بتاعتك. هتقول because we have solar heat. احنا عندنا حرارة شمسية. جميل. تمام? حل. طيب لو انا بقى يا مصدر عندي الجو متغير. ما يفعش هقول عندنا برد على طول معلش. هقول changeable. changeable wizard. تمام? تمام. برد على طول معلش يا مصدر اكتب لي اقابتين معلش عشان خاطري. باي. سويني بس اكتبو مورقة على طول. يبقى لقابتك is i think so because my country has got solar heat and sunny weather. طيب جميل. لو انا يا مصدر بقى ليش مناسبة. no i don't think so. او ممكن تقول no. this kind of forms is unswitable or not switable for my country. جميل. ممكن تكتب اللي اتنين. طيب. اه بس طبعا هنا ممكن تكتب اي حاجة من اللي اتنين صحيح. مفيش اي مشكلة. تمام? because our reserve. لان التقسيب بتاعنا is changeable all the year around. يعني على مدار ايه? على مدار السنة. طيب. ناخد يا مصدر بتاعنا الجميل. يلا بسم الله. انا عايزك فكل سؤال يا شباب معلش. عشان خطري. هتوقف عند كل سؤال لو انا ما قلتش كده من الاول. وهتحاول تحله. وبعيكات ترجع لي تاني. يعني انت مش هتقنل معي كده وخلاص. وتيجي في اخر السنة ده انا جبته درجة وحشة. لا. وقف. حاول. جرب. اعمل اللي عليك. عكده انقلها وحفظها. حاول حاول حاول. ايه معانا الكلام ده. دائما انقرب. لانك تعمل الاستخدام الافضل. لوقتك انقرأ كثيرا. لان لما انت تتخلص الدراسة بتاعتك. لانك تتخلص الدراسة بتاعتك. انك تعملو. جميلة خالص ترجمة سويني نكتبها. دائما حاول ان تصنع الافضل. في استخدام وقتك والقراءة كثيرا. لان عندما تنتهي دراستك ستجد انه لا يوجد وقت للكراءة. جميلة اوامستر. ناخد سويني ساكس. بيقول لي ايه? بيقول لي تعاني كل دول عالمين شور فيروس كورونا المستجد وعدم وجود دواء امن حتى الان. ولهذا يجب على جميع افتداء القمامة وغسل يدي نوستخدام الكحول اللي حماية انفسهم. الترجمة دي هقول لك تسعين في المية مهمة تسعين في المية مهمة. احفظها لو حتى ما حافظتش اي ترجمات قبل كده احفظ لي دي. الترجمة دي مهمة جدا جدا. لان في الوقت اللي في كورونا كل الترجمة دي ممكن تيجي لسنوية عامة تيجي لك تيجي لأولى سنوية تقول لكم. كلكم. فاكيد هتيجي لحد من التلاتة. تمام? تعاني كل دول العالم. وعدم وجود دواء امن حتى الان. وعدم وجود دول العالم. ولهذا يجب على الجميع. يجب على الجميع. يجب على الجميع. انهم يرتدوا الكمامات. وانهم يخسروا ايديهم. انهم يخسروا ايديهم. اثنين. يعني انا اضفتلها اس. تمام? فمهمة جدا انك تكتب هالي كده. ما تعمليش هند بس. لان طبعا جل عندنا في الدول اللي بره. جانوا بياخدوا اليدين دي على هي كزا حاجة. زي مثلا لو انا بتكلم عن ايه? لو بتكلم عن بنتقول لنش جانس. بقول عليه جانس. جانس. ما ينفعش اقول ايه? ما ينفعش اقول جانس. اللي هو دون الاس اللي في الاخر دي فاهمين. فاللي هو بياخدوها اللي اتنين جمع. فالهو مثلا لما تيجي تحطها. مع ايه. لا ما ينفعش تحطها مع ايه. ما تحط ليش جانس مع ايه. ما ينفعش. تمام؟ فاللوات قولها جانس بس. تمام؟ جانس بدون ايه؟ ما تحط ليش مع ايه. لان هي عبارة عن حاجتين بيعتورون ان هي ايه؟ بيعتورون ان هي جمع. بس. فجنت تكاية جميلة يعني. واستخدام الكحول اللي حميت انفسهم. and use alcohol. to save our self. او to save their self. لان احنا متكلم الاول عن ذير يبقى ذير. تكمل على طول بنفس الحاجة. طيب نشوفها كده مع عينة. بيقولك. فجنت كل الولدس وطريقة من حاجة عبارة ايه. وزيبها لا يجب ان ايه وعن passive medicine. ويستحيثaty ايه وعد الخطوط المسيطة. لان يجب ان اتقران نفس الى ايه. لان يجب ان اصلاح ورع الناس. فصول لانا اتقارك بيعتوران انا نحنا نحتاج الى ويرجع الى أتقران. نحنا نقتك بيعتوران ايه. ويجب ان اصلاح بيعتوران اطار. ويجب ان اخسيها. تمام تمام طيب تمام ناخد الريت كيال بيقولك ايه بيقولك the ancient Egyptian has had a great civilization thousand if year ago if year ago يعني المصريين القدماء عندهم حضارة عظيمة من ايه من سنين من مئات السنين من الاف السنين من الاف السنين تمام to what extent يعني الى اي مدى you are proud of them انت فخور بهم ازاي طيب انا عايزك بس اقول للحتة فخور دي انا معايا اسي هوره لكم دلوقتي عايز بس اقولك ان الحتة فخور دي خليها لك ايه خليها في الاخر كده لو اخلي اه انت فخور بهم قد ايه وبقى وعد يتكلم عن الحتة دي بس خليها في ايه في اخر فكره لاني ديت الكونكلوجين او لغا الملخص تمام تمام وليه بقى ده تكتف فيها حاجات كتير انا فخور لاني مش عارف هما عملوا ايه وبانوا ايه ومش عارف عملوا ايه وهم خاركين واكتب بقى اللي انت عايز وهواريك دلوقتي هنعمل ايه تمام قال لك ان اميل ادريسي is a is magdi طيب ماجدي ده مين you're you're انا تمام لكن you're friends ده اللي هو ايه اللي هو تو اللي انت هتبعته مش فاهم حاجة طيب ناخد كده المسال بتاعنا بصوا انا عايز برضو اوضح حاجة ان رايتنج ده انا قلته بس ان شاء الله ان شاء الله في حلقة خاصة لرايتنج في حلقة خاصة لرايتنج يعني لو انت بتفرج على المقطع لحد هنا فاكتب لي تحت ان انت عايز بسرعة تمام يعني صدقوني الفترة الجهة هركز على جدا الترجمة مع مصر صالح نزلنا ترجمة كتير بفضل الله اه لو انت ما شفتش الحلقات الترجمة في اخر فيديو نازل مية كلمة ترجمة مهمين جدا 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 اه الرابط هتلاقوه في الوصف طيب بصيري كده عن مودل ايميل عامل ازاي اول حاجة تو مين اه تعالي نشوف كده لما قلتي لك صاحبك اسمه ايه صاحبك اسمه اسماعيل نبيل ياهو دوت كوم تمام يبقى خلاص اسماعيل نبيل ياهو دوت كوم ده اللي هو انت هتبعث له تو اللي هتبعث له اللي هو اسم المرسل ايه اما اسم المرسل اللي هو فروم مين فروم ماجدي ايميل دوت كوم تمام تمام اه دير مين طبعا دير اللي اللي هن هبعث له برضو اللي هو اسماعيل نبيل جميل ده بس ايه جدا بنقول للشكل كده بعد كده اول حاجة المقدمة. بعد كده ايه? بعد كده اكتبت اللي انا عايز. طي. انا بقى قبل مكتب الكلام ده. نعمل ايه? هنجيب ورقة. ورقة فاضية. هنضيفها. هكتب فيها ايه? هكتب فيها كده خمسطاشر. خمسطاشر ايه? ادوان. انا مش عندي مية وتمانين كلمة جميل. المية وتمانين كلمة دول هكتبهم ازاي? المية وتمانين كلمة دول هكتبهم عادي خلص. انا بس نقول الشكل بتاعها بس. لحد ايه? لحد ايه? لحد ايه? لحد خمسطاشر مسلا. فكل اه. هنضيف مصر العاني بكل سطر من خمسطاشر دول في الانجليزي ممكن ياخدوا معك سطرين. لان في العربي بيكونوا اقل. فمسلا انا هكتب هنا جملة. تعالوا نكتب جملة. ابدع بقى اللي انت عايز. انا مسلا كتبت المصريين القدمان من اقدم الناس بالعالم. تمام? دي اول جملة. اكتب لي هنا برضو جملة. اكتب لي هنا جملة. اكتب لي هنا جملة. لحد خمسطاشر. خلصتهم. اه عبد سطور بتاعتك. لو تلاقيت السطور بتاعتك معدية تلاتين او حس ان هو بص انت بتحستها بالشكل كده. اللي هو المصري لما يجي يشوف بيشوف الشكل كده. عايز فقرات. عايز شكل فقرات منظم. عايز شكل اسلوب جميل. اسلوب جميل. اسلوب منظم. بس وهيديك الدرجة بتاعها. ماسي? تمام. بس عشان الصورة اللي معينا هنا مهيش اه مهيش صفحة ورقة واحدة. فانت مش حاسس ان هي فقرات او مش حاسس ان هي مصبوطة. يعني اشوف كل اللي قدامك ده. ده يعتور فقرة صغيرة جدا. فقرة صغيرة جدا بتكتب لو انت في صفحة عادية. هتكتبها في حتة ظنانة جدا. بس عشان كامل الخط كبير شوية. فانا مسلا قلت ايه? انا هنا قلت واحد ناس من اقدم ايه? من اقدم الناس بالعالم. طيب جميل. بعد كده كتبت جملة تانية قلت ايه? قلت ايه? حضارة المصريين القدماء. يعني هي واحدة من اعظم الحضارات بالعالم. جميل. ايه تاني? يعني عندهم تفكير عالي كل ده انا جنت كتبه بالعربي وبعد كده نقلته في الانجليزي. احنا كمدرسين بننقله بالعربي وبعد كده بالانجليزي. تمام? ليه بقى يا مستر? لان هنا وانت بتشتغل وانت بتشتغل بتنسى انت هتركز على بتاعك ولا هتركز على الميننج ما فيش كلمة غلط. ولا هتركز على الفاقل هتركز على ايه ولا ايه? رايتنج بحتاج تركيز عارف. عشان كده انا قلت لك تعمل موضوع تعبير بالعربي. موضوع تعبير بالعربي. طبعا التعبير الربي بيحتاج تشكيل بقى وحاجات صعبة. لكنها في الانجليزي سهل. تمام? و بعد كده موضوع التعبير بالعربي دائما علم. تنقله لي بالانجليزي. حاول بقى انك تدخل كلمات كده بحيث انك زي ما بيقول كده حطي فهم شابك كده اللي هو اتحوجها عشان تخلص تمام مية وتمينين كلمة مش صعبة بس عايزة وقت زي انشنت ايجيبشن يعني عندهم تفكير عالي ليه انا قلت تفكير عالي لانهما بنوا الاهرامات تمام زي ار زي بيلدرز اوف زي بيرت اول حاجة قلت انهما بناية الاهرامات تمام وممكن تقول انهما بنوا ميني سانكس ايه الميني سانكس دي زي ار زي ار دfamily زي ار بيل تانبول زي ار بيل My primer معلش ويكسل اي حاجة انت عايزها بقى ابدع تمام ايه AM AAB هتقول لو I am LOOKING forward To Your play انا متحمس لردك او انا مستني ردك sync�� اي حاجة انت عايزها بعد كده يعطي معلش بقى الخطة دي طيب معلش كده احنا خلصنا بفضل الله تعالى خلصنا ايه خلصنا موديل بتاع النهاردة وهم حاجة طبعا علامات التركيمة اقعى تنساها النقط تمام اقعى تنساها في الرايتنج اشوفكم بخير الحلقة الجاية والسلام عليكم